كذلك من باب التنمية مليار دولار خصصتموها للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية ما هي الدول التي ستستفيد من هذه المساعدات وفي أي إطار تحديداً؟ هل هي مساعدات أو تمويل لمشاريع؟ تمويل مشاريع؟ ما هيش مساعدات مالية؟ نعم، ليس لكي تتوزع نحن اليوم لدينا بعض الأمور تبالينا من البلديهيات يدار فراج في بلدية من البلديهات لا يحتراج البلديهات لا يمشي شي دي شنو يكملوه، يبدو أن يطلبو الماء للمواطنين هناك بعض الدول الإفريقية، فراج، شتين ريفوليسيون معناه في المنطقة سيتشرب الماء لهم يكون كفر أع长ك لنا أن يكون كفرة أع長ك لكم بين الجهاز ونسألك بعض الدول الإفريقية أن تتعرف عليهم بعض الناس أن تهدو من الجهاز بلا تنسألك الthought عليهم يعني. وحنا في المشكلة هذا كل ثلاث شهور يرسلونا باي كل ثلاث شهور يرسلونا باي ربعة شهور باي خمسة شهور باي دروك وصلنا البراجة اللي ما قديناش نزيدو نصبرو حتى على حتى على نهار ولا يومين من بعد الله غالب حنا كانوا جوعتنا يعطونا في وعود كاتبة الوعود الكاتبة هذي كل رينيوم وعود كاتبة كل رينيوم وعود كاتبة من جميع الاطراف حنا دروك عمالنا نطالبوا بالحقوق وهي الأجور انتعنا رانا في خمس شهور ما خلصناش وكاي اللي في تسعة شهور وكاي اللي في تسعة شهور وكاي اللي في عشرة شهور خمس شهور ما خلصوش هذو أفارقة يا تبون هذو أفارقة في حسيم السعود ويخدم مع صنا تراك هذو الأفارقة ها بالمناسبة خلنشوفوا أفارقة واحدة أخرين ها هم أفارقة واحدة أخرين هذه هنا صورة بدارك نقرأ البيانة تاحهم هذو الأفارقة هذون شكون هما هذون ينظم المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن وقفة احتجاجية ومن الأحد هذه كانت البارح على الساعة العاشرة صباحا مقر مديرية التربية وولاية تامنغاست وهذا في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأسلاك المشتركة وبعد استثناء هذه الفئة من التغييرات والتعديلات القوانين والأنظماء التي من شأنها ترفع من مستوى المعيشي وتحقيق الحياة المهنية الاجتماعية لهؤلاء وما طالبهم كثيرة بما فيها إدماج العمال المهنيين المتعاقدين وترصيمهم رفع منحة المردودية إلغاء مرسوم رئاسي منش عارف وشخص ترقية في ولاية إلى آخر ها هم أفارقة تبون مش كان هذة الأفارقة أولى بهذاك المليار دولار ذلك رح نعلق لك عليه لأنك رك أيضا فيه كذبت يعني بالصح هذه الأفارقة مو مش أولى بمالهم من افترضنا أنك تبعثوا لأفارقة فقراء لو افترضنا أن الصح رك تبعث لأفارقة فقراء أخرين فهذه الأفارقة هذون اللي عايشين في الجزائر الإفريقية أولى بمالهم من آخرين لأنهم أهل البلاد وشاريتي ستارتات هوم كما يقول المثال لو كانت شاريتي يعني لو كان عمل خيري هذه حقوق بتاع الناس خلنا نشوف أفارقة واحدة أخرين ها هم أفارقة اليوم في أم البواقي ها هم أفارقة في أم البواقي وطابور رهيب على السميد كان أبعث لي أيضاً أحد الأفاضل فيديو لعلين ورهي لك في اللايف القادم من عين ولمان على الحليب طابور أيضاً طويل تعالحليب وما زالت الطوابير في أغلب المدن إذا استثنينا بجاية لأننا خذينا منها شهادة من عند واحد من الشلف راح يلقى كل شيء متوفر في بجاية فتخلع يحسب روح ورح لكوكب آخر يعني ها إذا استثنينا بجاية أو بعض المناطق في بجاية لأنكم تخافوا ما تحشموش وأهل بجاية ناس منطفضين ناس ديريبال فهناك الأمور توفرتها لهم لأنكم تخافوا من أنهم ينوضوا وينطفضوا إلى آخرها أما المدن الأخرى فالأغلبية تاع المدن اللي ما عندوش مشكلة الزيت عندوه مشكلة السميد اللي ما عندوش السميد عندوه مشكلة الحليب وكل اللي عندهم كل المشاكل هذه خاصة في الشرق وإن كان في الغرب أيضاً الحقيقة إذن هذه الأفارقة يا تبون كانوا أولى بهذاك المليار دولار تعرف المليار دولار هذك كم يجيب انبقرة حلوب يعني البقرة الحلوب حسب المدن حسب البلدان اللي يشتروا منها لكن يبدأ من 2500 دولار إلى 5000 دولار خالينا نقوله 5000 دولار يعني فقط نقول نجيبه أغلى بقرة يعني تعالي الهولندا ونتا سويسرا اللي هم في حدود 5000 دولار يجيب 200 ألف بقرة حلوب 200 ألف بقرة حلوب لو هذا البقرة الحلوب يجيب فقط ما نقولوش 50 لتر ما نقولوه فقط لأنه هذه أبقار غالية يعني ومدر الحليب لكن خلا نقولوه جيب فقط 30 لتر 20 لتر أستيب 20 لتر في النهار في 200 ألف بقرة هذه أربعة ملايين لتر حليب حليب البقرة موش الموز غريل هذك موش حليب شكارة هذك اللي مرة تجي فيه ريحة مرة تجي فيه نصف شكارة مرة تجي فيها أكثر وماء ومرة ماء فاسد ومرة لا لا حليب بقرة أوروبي بهذاك المليار دولار كنت قادر تجيب أقل شيء 200 ألف بقرة لو نفترضه تشترب ربع ألاف ومصاريفها ألف دولار باش توصل وباش تدلها كوري وباش تدلها منش عارف استابل فرح تجيب 200 ألف بقرة ولو تجيب فقط 20 لتر في اليوم تجيب ربع ملايين لتر مما يعني أنه يقضي نهائيا على مشكلة الحليب نظريا لأنه تقدر تتواجد هذه الأشياء ولكن لأن الفساد عارم والفوضى عارمة والنهب عارم فنقدر نجيبه كل أبقار الدنيا وما زال يبقى مشكلة حليب ممكن لكن المليار دولار أكيد لو صرف على أهل البلاد بالتي هي أحسن وبالعدل كان يحل مشاكل لمئات الآلاف من الأشخاص مليار دولار هو 20 ألف مليار سنتيم أقل شيء يحل مشاكل قدماء الجيش كلهم أقل شيء يحل مشاكل المتعاقدين واللي ما عندهمش عقود واللي ما عندهمش نهائيا أقل شيء يحل مشاكل هذوك اللي رمدوا مليون ونص وزوج ملايين وثلاث ملايين يحل مشاكلهم ولو لسنة لكن في الحقيقة المليار دولار هذا داخل في إيطار دول الكبيرة تشروع عليها السلاح وتشروعوا تديروا لكونترا وتعطوهم البترول والغاز فتقدمونهم الجزيرة والدول الصغيرة هذه باش تبانوا باللي كلي انتوما دولة مهمة وعندها إمكانيات وشعبها راضي وعنده كل خير توزعوا عليها شوية فلوس باش تاني تشروعوا الأصوات انتاحة وين تحتاجوهم مرة على الصحراء الغربية مرة ما نيش عارف على الإرهاب مرة ما نيش عارف على أثيوبيا أو كوسوفو أو سوريا وين تحتاجوهم تروحوا تشروعوا في حقيقة جاء هذه الأشياء الهدف منها هو بقاءكم في السلطة رأني شرحتها المضلي فاتت حتى موضوع بوليزاريو سحراء الغربية هذا في الحقيقة هو تغضية فقط والله ما يهم منكم لا بوليزاريو ولا سحاروة ولا السحراء الغربية لا تسقل ولا يديها المغاربة ولا يسرتها للمحيط الأطلسي فقط يجب أن يبقى مشكل مطروح باش نخوفوا الشعب وباش نخلقوا حالة قلق وحالة خصومة وحالة صراع في المنطقة المغاربية باش انتم تظهرون كحكام تحمون هذا الشعب من الاعتداء المخزني اللي راه جاي هذه التصوير اللي قادم هذه الصورة اللي راه تحبوا تقدموها يعني ومن الصهاين اللي راه قادمين وآخرها إلى آخرها إلى آخرها كلها أكذيب وكلها خداع الهدف الأول والنهائي بقاءكم في السلطة فقط بقاء النهب ياليتكم كنتوا بقيتوا في السلطة وابنيتوا كاين ديكتاتوريات الصين ديكتاتورية لكن راح شوف الصين قبل 40 سنة وشوفها الآن كوريا الجنوبية بدأت كا ديكتاتورية في الستينات لكن راح شوف كوريا الجنوبية في الستينات ورح شوفها الآن تركيا أردوغان كان اللي يقول عليه ديكتاتوري بسا راح شوف تركيا قبل 30 سنة ورح شوفها الآن برغم ما عندهم زلزال رهيبة مرعب من بين آخر الكوارث اللي عنده لكن راح شوفها الآن وأمثلة كثيرة في الحقيقة فهياليت يا تبون تتفكر أنهم كين أفارقة في هذه البلاد أيضا